الانتاج الزراعي مهدد بالانخفاض إلى أكثر من 75% في تونس إضافة إلى تراجع كميات المياه المخزنة في السدود إلى حوالي مليار متر مكعب بسبب غياب السيانة لشبكات المياه والسدود والتراجع الكبيرة في الموارد المائية والجفاف في الجنوب التونسي عن أكبر مائدة مائية على مستوى الجمهورية وباستطاعة هذه المائدة المائية تلبية حاجيات أكثر من نصف البلاد عن نزوز أوضية كبيرة واجب إرشاد توجيه هذه المياه إلى مستحقيها وإلى الأماكن التي يجب أن يستغلها الواحد في الفلاحة وغير 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 وزارة الفلاحة التونسية أعلنت عن مجموعة من التدبيل لترشيد استهلاك المياه وأصلت إلى حد فرض عقوبات على المخالفين بينما يعتبر اتحاد الفلاحين للأزمة نتيجة لسياسات خاطئة على مدى سنوات من قرب 15 سنة أو 20 سنة نعرف أن يتوص ما أنت مش عيش وضعية صعبة في المياه بما أحنا نعيشه كدود مؤسسات دود القانون من المفروض أن دود مؤسسات ذي حقرها وحتت قوان حتت ماتة استراتيجية استشرافية على الأقل لتدرك الأمر فيما تباينت مواقف المواطنين بين مستعد لترشيد الاستهلاك لحين جلاء الأزمة ومن يطالب السلطات بدرورة التوصل إلى حل جذري يؤمن حاجتهم المائية لازمنا نحاول نقتصد شوية في الاستهلاك المياه ونعمل حاجة للضرورة حتى الآن يأتي ما يخارب ذلك فما أزمة بتعمية متوازق قاعدين نهار يجي المياه ونهار مقصوص ومعنيتها أولادين بالحال وقالين نمشيوا للسوق باش وفرنا معنيتها الأوعية اللي نسموها محنا اللي بيدان دو فهمت كدود ونعبيوا فيهم باش ما نبقوش لومبان ودل بارح بارك جيتنا جارتنا من فوق قال سكروا 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 عبيوا الميرا وباش يقصوا ما قسش قتلوا من تسمعش كلام لحد الآن أنا ما يعقيتش أزمة وحد بصراحة وتعاول السلطات التونسية على طهاتل الأمطار فيما تبقى من فصل الربيع لإنقاذ الموسم الزراعي وتأمين محصول البذور تجنبا لاستيرادها من السوق العالمية الغالب أن أزمة المياه في تونس تتعمق لتتباين مواقف المختصين بين من يعد الإجراءات الحكومية الأخيرة ترقيعية ومن يطالب بضرورة وضع خطة توارئ عاجلة بلا المبروك الحرة تونس موسيقى